بتحكي لنا زوجي قصة بتقول بتمنى انكم تدعوني وتواسولي وتدعوني بالخير الله بيعلم بحالي حابة احكي لكم قصتي وانصحكم فيها انا اتزوجت من عشر سنين من رجال طيب وابن حلال وكريم وكان يحبني كتير وانا بنفس الوقت بعشق الترابي اللي بيمشي عليه ومرت سنين حياتنا كانت كتير حلوة وكنا نسافر ونجي ونسهر ونطلع مطاعم والناس تحسدنا على محبتنا لبعض والله رزقني بولدين وبنتين اكبرهم عمره 8 سنين واصغرهم عمره سنين ونص ولادي الحمد لله حلويني كتير وازقيها وزوجي كتير حلو ووسيم وحتى لونه فاتح بس انا عادية يعني جمالي دائما يحسدوني فيه على طيبتي واخلاقي المشكلة بدت بيني وبين زوجي من سنتين زوجي عصبي كتير وانا عصبية اكتر منه على الف مرة ويا ما تحملني على عصبية الزايد وانا دائما نقول خليه تحملني انا ام ولاده ومرده ويا ما وقفت معه من الناحية المادية وضحيت عشانه بكل ممتلكاتي من مال ومن ذهب حتى كون نفسه وكون حاله واموره صارت تمام لتمام زالت المشاكل بيناتنا بسبب الغضب ودخل بيناتنا الشيطان وصرنا على اتفه شي نتخانا بس قلوبنا ما فيها شي منحب بعضي كتير ما بعرف شو صار لي صرت انا دور عن نكد وامنعه حتى من حقوق الشرعية وبالايام والاسابيع وهو متحملني ولا اهتم لا لا اكله ولا لا شربه ولا لا لبسه وهو متحملني لحتى طفح الكيل وصار يعاملني بنفس الاسلوب وانا صرت زيد اعناد وصرنا انا وياه مثل الاعداء كل واحد يقهر التاني وما يتنازل يعتذر وكل واحد فينا يستنى اتناني ليعتذر والشيطان طبعا بيناتنا كان زوجي دائما يستعد يشتريه لبيت ملك يعني كان بهالفترة مستعد يشتريه لنا بيت وكانت احوالنا المادية الحمد الله جيدة وينزلني على السوق اشتريه للولاد وللبيتين اللي نفسه فيه كان كتير كريم معي وكان يحب اهلي واهلي نفس الوقت بيحبوه كتير وانا دائما بس كنت اقهره انه اهلي وقرايبيني بيقلولي حظك مو حلو بالزواج كان يوسوس لي هيك الشيطان اني دائما لازم قل له بهالشي وطبعا كان ينقهر كتير فمره اجعل البيت وكان هادي وقال لي بدي خبرك بموضوع انه صديقي بالشغل عرض عليه اتزوج اخته لانه شافني متضايق منك من بيتي وصار طبعا زوجي يسهر مع هالصديقي كتير ويتأخر بالليل ويدخن وصرت انه انا شك انه في علاقة مع واحدة تانية لانه اشتري جوال تاني وقفله وما عطاني رقمه وانا طبعا صرت انقهر كتير بس بينه وبين حالي بين لقله اني انا مو مهتمة بهالموضوع لحتى اجه وقال لي انا رجال ما فيني عيش هيك بدون حقوق الشرعية وانا خطبت من ناس وعطوني ولح اتزوج عن قريب انا هون كتير انقهرت منه وزادت المشاكل بيننا وانا ما بعرف هو كلامه جد ولا بس حابب انه يقهرني ومرت الايام ووضعنا كل ماله يزيد ونسينا شو يعني حياة زوجية وولادي وبناتي صاروا يتأثروا من مشاكلنا وبيوم اتخانقنا وصرنا نسيب بعض وما حدا يحترم التاني اهم رمى علي الطلاق وبكيت انا وقته هو بك بك غير عادي والحمد لله رجعني وما حدا دري لا اهلي ولا من اهله وبعدها بكم شهر كمان صارت مشاكل بينه وبينه ورمى علي الطلاق وكنت بالطلاق التاني هون انا مو طاهرة اتصل على الشيخ وقال له ما وقع اليمين لانا مو طاهرة وما حدا كمان دري فينا غير ابي ومن ثلاثة شهر نفس المشاكل والاعناد طلقني ولما طلقني انفجر بالبكة وانا معه ابكي بس انا كنت منهارة يوم اللي حصل الطلاق كأن في شي كان واقف فوق نقنوية بعمري ما شفت حدا مثله هيك بيبكي اتصلت على اهلي وحكيت لهم اللي صار وكلهم انتفاجئوا تفاجئوا فينا وما حدا كان مصدق لان ما حدا يدرب مشاكلنا وكلهم فكرنا نحن ما في احلى من عيشتنا وكل اللي كان اللي يصير بيناتنا لا اهلي ولا اهله يعرفو شوفي ببيتنا وهلأ انا صار لي ثلاثة شهر انا من مكان لمكان ومن شيخ لشيخ عم دور على حل للطلاق وبس اذا استوقع الطلاق علي وما انحل انا اكيد لح لح يكون ببيت اهلي وبدون ولادي ولادي بيعيشوا معه وانا بهالفترة فترة طبعا صرت استرجع هالذكريات هالذكريات اللي كاننا عايشينه وقدش انا كنت مبسوطة والذكريات الحلوة اللي كانت معه وحياتنا كانت حلوة رغم المشاكل اللي نحن فيها وما لي متخيلت ابدا اني قعدت بدون زوجي وولادي وبيتي حتى بو متخيلة للحياة بدونه كأني كنت نايمة وصحيت وفقت من غيب مبتي وعرفت انه كل شي صار ما له داعي ويا ريت ارجع لزوجي وبيتي ويكون ياللي صار معي كابوس واصحى منه وولادي صار كل كلام ان يا رب الشيخ يرد امي لأبي ونرجع متل اول نروح مطاعم وملاهي وننام ببيتنا ما بدنا ننام عن ستنا وعماتنا ولو وقع الطلاق انا برجع لبيت اهلي وبلادي اكيد لح يعيشوا مع ابوه والله بيعلم كيف لح يتحملهم ويتحمل مطالبهم وكل هالشي اللي صار مني لاني ما كنت رقي نفسي ولا ولادي كنت لبسهم من احسن ما يكون من اشيك شي وكنت اعمل عزايم وافتح بيتي لكل الناس بس بعمري ما رقيت نفسي وبيتي وكل ياللي صابني هي عين ما صلت عن نبي والله اندمت ندم لو توزع على كل اليهود لأسلموا وبكيت الدموع لو توزعت على كل العالم لكفتهم بس شو بفيدي الندم فنصيحتي لكل المتزوجات حافظوا على بيوتكم واحمدوا ربكم على هالنعمة اللي عايشينها واهم الشي يا صبايا تلقي بيتك وزوجك وولادك من كل حسد وعين وانا ما عرفت ايمة زوجي لحتى فقدته كان ساترني وكان مأكلني ومشربني واللي تتمنى يحضر غير شمادة الناس الحقودة فيني ياريت ارجعوا اعتذرت له وبص الطراب يلي بيمشي عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر